لباس فضل الشيخ بشكل عام ما هي الأمور والملامح العامة التي يمكن أن يتبناها المسلم النسلم في لباسه؟ نعم هذه ذكرها المسلمة و سنمر عليها في اختصار لضيق الوقت قالوا قال علامة محمد ملود هم لباس والشرع تعتريه لأحكامه حتم منه ما يقيه ما يقي الإنسان الحر والبرد ويستر عورته وهذا واجب حتم منه ما يقيه لباس موسري لباس معسري شح الموسري الغني لبسه للباس الفقير هذا شح وهو بخل حرام ضد لباس معسري شح وضد سرف لباس الفقير لباس الغني هذا سرف وهو حرام أيضا ثوب السريع على الدني خيلا لباس الإنسان للثياب التي لا يلبسها إلا سادة القوم وهذا من لباس الشهرة فلا يلبسه أما ليس أهلا له ثوب السريع على الدني خيلا والضده مهالة أن يكون الأمير أو الوزير أو الإمام يلبس لباس الفقراء والمساكين هذا أيضا مهانة ممنوع والمستجاد القصد هو التوسط بين ذلك لا يكون فيه سرف ولا خيلا ثم يستثنى من ذلك أن الحسن اللباس يندب للإمام والمؤذن والآمر المعروف والعالم وللزوجتي لزوجها نعم قال وحسنه يندب للمصلي وللمؤذن وذات البعلي أحسن الله يعفذ للشيخ ونفع بك في ختم هذه الحلقة